أكد رئيس الوزراء دكتور هاني الملقي أن العراق يمثل العمق الاستراتيجي للأردن وأن الثوابت الأردنية تجاه العراق تتمثل في دعم أمته أمنه واستقراره ووحدته تأكدات الملقي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي حيدر لعبادي في العاصمة بغداد أشار فيها إلى أن العام الحالي سيكون عام الإنجاز في العلاقة بين البلدين لما سيشهد من تطور في العلاقات الثنائية ومن ترجمة الاتفاقيات بين البلدين وأبرزها إعفاء الصادرات والبضائع الأردنية من الجمارك والعمل على تسهيل دخول البضائع الأردنية للسوق العراقية لحين افتتاح معبر طريبيل الحدودي وفتح معابر حدودية جديدة بين البلدين لتشجيع التجارة بدوره العبادي أشار إلى وجود تعاون حثيث بين عمان وبغداد لمحاربة الفساد وتبادل المعلومات المتعلقة بتهريب أموال عراقية إلى الأردن أو العكس